اشتركوا في القناة 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 هل يستطيع أن يتم تفعل؟ ما الذي قلنا؟ ما الذي قلنا؟ لا نريد أن نقوم بإمكانك الموضوع الغدائي هذا القانون لا نعنى ضمانات لا نعنى ضمانات أن ندخل الأقسام وفي الأخير تفعل ودليل في ذلك هو أن هذا القانون الاساسي سيموئ لن أقول لك أن القانون يتفعل الآن هناك مذكرات وزارية التي تجينا للمؤسسة التعليمية وبإسم المرسوم للنظام الأساسي الجديد هناك توقيفات رجال ونساء التعليم بالجملة الآن بسبب هذا الحركة الاجتماعية جاية بإسم المرسوم للنظام الأساسي الجديد ما زال يفعل؟ بالمذكرات أيضا المذكرة التوظيف 20 ألف إطار التي تريد توظفهم وزارة التربية الوطنية جاءت على أساس أنها أطر الأكاديميات وبهذا النظام الأساسي في حين أنه ما يقول لك نحن قاطعنا مع التعاقد إذن كيف محل هذه الأسدى المتعاقدين من هذا الحركة الكامل؟ إذن كلمة تجميد لا تشفي الغليل كلمة تجميد نحن كتنسيقيات هي عبارة عن تلاعب بالكلمات أو لو ربما تضليل الرأي العام ونحن من هذا المنبر ننوره الرأي العام ونقول لهم بأن الحكومة لم تقدم لنا أي ضمانات بشأننا ندخلوه ولقاوش حاجة جديدة نستمرين في نضالاتنا ممكن الجماعة التي سيكون الخميس ربما سيكون الجماعة ما بين النقابات الأكثر تمثيلية وما بين القطاعات الأخرى وهي قطاع المالية والشغل والمقاولات ثم وزارة التربية الوطنية ربما هذا الحركة وهذا الرفض الذي يندابه لربما يعطي واحدة دفعة جديدة لتلك الحوارات وتكون نتائج إيجابية أكثر من هذا الحوار ديال 27 نومبر وهذه الساعة إلى تلك النتائج كانت مرضية الرجل ونساء التعليم قالوا راحنا ندخلو الحجرات ديالنا لأننا نرى ما باغين هذا الشيء اللي واقع واذا عجبنا أننا نبعدوا على تلامتنا واذا عجبنا أن التلميدي يمشير المدرسة ويأتي وينقاش الأستاذ اللي قريب رات احنا ما عجبناش واذا عجبنا الأمهات والآباء خارجين كل مرة يغوتوه رات احنا أمهات وتحنا أباء وتحنا أولادنا كيقراء يعني لو أن ما كناش هاد الارتجال يفتخذ القرار لو أن ما كنش واحد عدم تحمل المسئولية من طرف الوزارة ومن طرف الحكومة لأن هذا مشكلة الوزارة اللي دارته هاد المشكلة الحكومة اللي دارته ماشي احنا إذا نحنا ما مطلبش مننا أن ننقوا حلول للوزارة. احنا مطلب مننا أن ننتناه أشنو كتعطينا الوزارة وهذه الحلول التي تعطي الوزارة إذا كانت لا ترضي رجل التعليم لأن المطالب دياله بينه واضحة إسقاط النظام الأساسي اللي جات به هذه الحكومة جوج كان هضره على تحديد ساعات العمل لأنه لا يمكن أن تعطيني ساعات العمل غير محددة لأنه لا يعقل أنه واحد يخدم وما عارف رجل الساعات اللي سيخدم فيها ثلاثة ستعطيني عقوبات التي تتوافق مع قانون الوظيفة العمومية 58 كما يصري على جميع القطاعات الأخرى ثلاثة الرفع من أجور ديال الأساتي دا اللي وحق مشروع مثلونا مثل باقي القطاعات الأخرى وما تقوليش أنا ما عنديش الميزانية باش نعطيك الفلوس وانت أصلا يعني الحكومة في أثناء البرنامج ديالان انتخابي أول حاجة قلت هي زيادة جد محترمة النساء ورجال التعليم حتى تلك الزيادة لأن تنسيقيات كتنادي بأنها تكون كتر منها لأن مثل باقي القطاعات الأخرى هناك قطاعات خداد زيادة بربعة لف درهم وثلاثة لف درهم وما كانش مشكيل علاش رجل التعليم فقط هو اللي فيه المشكيل النقطة الثالثة والرابعة وهي المهمة وهي إدماج الآساتي دا المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية لأن حتى هم رجال ونساء التعليم يستحقون الكرامة وما كيستحقوش أنهم المستقبل ديالهم يكون متلاعب بهم بجرة قلم وبالتالي هذا هو اللي غيخلي جويد ديال التعليم هذا هو اللي غيخلي التعليم يستمر إلى الأمام هذا الشي اللي غيخلي بناء مجتمع مواطن لأنه فاشكة تبني راجل تعليم مواطن غيتبني تلميذ مواطن وتلامد دابرة كيتعلموا منا تلامد كيتعلموا أنهم ما يسكتوش على حقوقهم تلميذ غدوا لبعض الضالة دخلت أنا لمؤسسة وقريته وتعسفت على الحق دياله أنا كان أعطيه درس باش أنه حتى هو يحسبني وتهوي دافع على الحق دياله لأننا كافة من رجل تعليم له كي يسكت على الحقوق دياله وأيضا كافة من تلميذ كي يسكت على الحقوق دياله من حق التلميذ أن يدرسه تلميذ المغربي أن يدرسه في تعليم جيد إذن إذا كان من حقه يدرس تعليم جيد كما تتحدث عنه الحكومة إذن أيضا خصد جويد ديال هذا التعليم باش برجل تعليم أولا بالمؤسسة التعليمية ثانيا ثم بالبرامج التعليمية ثالثا وهذا تخيانغل هو الذي سيحلنا مشكلة التعليم ماشي نظام أساسي يضرب في العمق رجل التعليم ويقزم من صورة دياله لا أمام المجتمع ولا أمام التلميذ في حداته أستاذ أمين النقايري شكراً لك كنتم معنا دم هذه الحلقة من برنامج ضيف وقضية مشاهدي كلام كنتم معنا شكراً وإلى اللقاء